معي من أسطنبول يحيى مكتبي عضو الاتلاف السوري مساء الخير أهلا بك معنا سيد يحيى اليوم طبعا نشهد عن تهجير كما قلنا بحي بارزة بدمشق شاهدنا عمليات تهجير سابقة ولكن كيف يختلف هذا التهجير عن سابقاته كوننا نتحدث عن دمشق وثمت رمزية كبيرة لهذه العاصمة مساء الخير لك وللمشاهدين العزاء الحقيقة هذا فصل جديد من سلسلة على ما يبدو لا تنتهي من عمليات التهجير القصري والتغيير الديمغرافي بطبيعة الحال نظام الأسد يبدأ هذا المسلسل الإجرامي من خلال حصار المناطق وتجويعها وامطارها بالبراميل المتفجرة وإذا أتيح له استخدام الأسلحة الكيموية فلن يقصر في هذا السياق ثم في النهاية يكون هناك اتفاق مرحلي ريس ما يتفرغ النظام لمناطق أخرى قد تكون أكثر أهمية بالنسبة له وخاصة في ظل تهالك هذا النظام ووصوله إلى بقايا ميليشيا بعد أن كان جيش الأسد مع الأسف الشديد ما جرى اليوم لأهلنا في برزا هو عقد إزعان يقوم به النظام لكن يصب في نهاية المطاف كل هذه الإجراءات في سوريا المفيدة لإيران ولمشروعها التوسعي إيران مفيدة بالنسبة لزعزعة الاستقرار في المنطقة عموما وفي سوريا خصوصا كان هناك تصريح الأسد كيف سيستفيد من هذا الوضع كيف نتحدث عن حلفائه مثل إيران وروسيا بطبيعة الحال للكثيرين يهتمون مصالحهما فقط وهذه ليست دولتهم ولكن الأسد كيف ممكن أن يقبل وكيف يساعد بهذه الطريقة إن لم يكن شكل مباشر جدا بإعادة تكوين خارطة سوريا دعيني أكون واضح مجرم الحرب بشار الأسد لم يعد إلا كرت صغير في يد اللاعب الإيراني ومن فوقه اللاعب الروسي على مساومات وصفقات الدولية المستفيد الحقيقي في الوقائع الميدانية كما أشرت هي إيران وميليشياتها التي ذكر قائد القوات البرية فيها أننا سنستمر في إرسال المستشعرين والمزيد من القوات لما سمى حماية خط الممانعة والمقاومة إيران التي كرر العديد من قادتها في مناسبات مختلفة أن سوريا هي المحافظة 35 بالنسبة لإيران ولكن إن لم يكن الأسد مستفيدا لماذا يقبل بهذا الموضوع يعني كيف هو يستفيد بعنوان عريض سيد يحيى وأيضا بمقابل هذا هل ممكن أن نشهد اختلافا بهذا الموضوع يعني إذا منطلقنا التصريحات المعلم اليوم وزير الخارجية بأنه جينيف لم يأتي بأي نتائج فربما يجب الذهاب اليوم إلى مصالحات أي مصالحات يتحدث عنه يعني تعلمين ويعلم الجمهور الكريم أن إيران تحاول إعادة تأهيل نظام الأسد فقط كواجهة ولكن القرار هو بيد الإيراني وكما قلت من ورائه الروسي الحرس الخاص اليوم لبشار الأسد هو قوات المهدي الخاصة يعني حتى في النطاق الخاص تخلى بشار الأسد عن كثير مما يسمينه وشبيحته السيادة لذلك المصب النهائي في هذا الأمر هو تشكيل واقع ديمغرافي على الأرض ومن ثم قولبة المفاوضات بحيث تتماهى مع هذا التغيير واقتسام مناطق نفوذ والخطر الحقيقي الذي كنا ولا نزال نحذر منه وهو عملية التقسيم أو التقاسم لمناطق نفوذ وصراعات لا تنتهي بالتأكيد هذا سيكون له انتكاسات خطيرة ليس فقط في سوريا بل ربما على المنطقة عموما شكرا لك من اسطنبول سيد يحيى مكتب عضو الاقتلاف السوري ترجمة نانسي قنقر